أفاد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بذات الوتيرة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة رغم مرور أكثر من أسبوعين على صدور قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشان نعم وجدد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى إجراء تحقيقات دولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الكيان المحتل عدوانه على غزة وإلى ضرورة إسراء المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقاتها حتى لا تفلت حكومة الاحتلال من العقاب رغم مرور 15 يوما على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم كيان الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلا أن الاحتلال لا يزال يضرب بكافة القوانين والآراف والمحاكم الدولية أرض الحائط المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وثقا استمرار جيش الاحتلال في ممارسة جرائمه من خلال قتل المدنيين في قزة على محو واسع وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية واستمرار حصارهم وتجويعهم وأبقائهم دون غذاء وماء ودواء ومع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية ومرافقها قال وزير العدل الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ستقاضي الكيان الإسرائيلي في المحاكم الدولية لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في محكمة العدل الدولية أنا أعتبر ما أصدرت من قضايا الأمور المستعجرة من تدبير مؤقتة يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا كما هو الحكم القضائي وإسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام هذه التدبير المؤقتة والتي تؤدي في نهاية المطاف أو تحول دون الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجمعية وانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة ورغم قرارات محكمة لحاي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنء البادة الجماعية في قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال تستعد لتنفيذ هجوم بري على آخر ملاذ للنازحين في رفح وهو ما أثار قلقا واسعا حول كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات الألاف من الشهداء والجرحة في حال تم اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح جنوب القطاع نحن كدولة فلسطين نملك حقية مقضاة وملاحقة مقترفي هذه الجرائم لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وهذا قرار من الجمعية العامة منذ عام 68 وبالتالي سنساء الإسرائيل ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية وإنما سنلاحق نساء الإسرائيل ومجرمية الحرب الإسرائيليين أمام الاختصاص القضاء العالمي غزة الصامدة تواجه لبادة الصهيونية الممنهجة أمام أنظار العالم الصامت وما بين قانون دولي يدين المحرقة بحق سكان القطاع وتجاهل إسرائيلي لقرارات محكمة العدل الدولية ينتظر الفلسطينيون وأحرار العالم كيف ستواجه محكمة العدل إذا هذا الإجرام بعد انقضاء شهر وهي المهلة التي منحتها للاحتلال لتقديم تقرير حول تنفيذ قراراتها اشتركوا في القناة